تعتبر المدرسة القرآنية إحدى المنارات التعليمية والتربوية التي تحافظ على هوية الأمة الإسلامية هنا بالجهة الشرقية لمسجد الحسن الثاني تتعلى أصوات سلاوة القرآن من داخل كتاب المدرسة كمرحلة أولى من مراحل التحصيل تأسيس المدرسة جاء في إطار جهود المبذولة من أجل النهوض بالتعليم العتيق لتكون مركزا علميا يعمل على إنجاز الأبحاث والدراسات في ميدان العلوم الشرعية وعلى تخريج كفاءة المؤهلة علميا وتربويا للقيام بمسؤولياتها في التوعية والبناء الحضاري هذه المدرسة جاءت في إطار مشروع التعليم العتيق الذي يريد الإرجاع مجد التعليم العتيق والتعليم الشرعي والتعليم الديني بهذا البلد السعيد إلى ماضي مجده تتبنى التعليم العتيق غايتها تكون حملت كتاب الله تعالى في العلوم الشرعية والعلوم اللغوية تأسيس نواة لعلماء في المستقبل إن شاء الله تعالى وكنا ندرس هذين الأصلين والهلماء الذين قاموا بهذه المهمة هم متقنون وهم عالمون وجزاهم الله أن خير جزاء إن النفوذ الديني والروحي لمملكة المغربية بدول غرب إفريقيا والمتشذر عبر التاريخ جعل طلاب العلم من هذه الدول خلال السنوات الأخيرة تسعى لتحصيل علوم الدينية على يد شيوخ بمختلف المدارس القرآنية هذه المدرسة تحتوي على أربعة أطوار في 12 مستوى الابتداء والإعداد والثانوي والنهائي الجامعي أما عدد الطالب فيتجاوز 270 طالبا من بينهم 17 أجنبيا من إفريقيا جنوب الصحراء كالسينيغال ونيجيريا والطوغو هؤلاء الطلباء أمتهم تكرمهم قبل أن يكرمهم أحد لا يكاد خريج المؤسسة يقفوا للبحث عن عمل أو عن وظيفة تسخطفهم المساجد الكبرى والإرشاد التحقش بهذه المؤسسة الكريمة سنة 2012 حيث أتقنت حفظ كتاب الله تعالى وحصلت على الشهادة الإبتدائية من العمومي وكانت رغبت والدي أن أحصل على العلوم الشرعية وأتفقها في الدين وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت إلى هذه المؤسسة تأسست المدرسة القرآنية من أجل نصر العلوم الشرعية والدراسات القرآنية في إطار نراعي تصورات العصر انتهجت هذه المدرسة منذ تأسيسها نظام التعليم العتيق جاءت لتسوعب النظام التعليمي التقليدي الذي كان مطبقا في المدارس والزوايا وأضافت إليه مواد تفتح من لغات حية وعلوم اجتماعية وإنسانية بحتة حتى يستطيع المتخرج أن ينخرط في بناء مجتمعه متسلحا بتصور شرعي سليم ورؤية عصرية تؤهله ليكون عضوا فاعلا في المجتمع أثناء قيامه بمواجباته الذينية ومسؤوليته الحياتية